تواصلت فعليات اليوم الثاني لقافلة طبية التابعة لمدرية الصحة في أسوان بقرية الشطب التابعة لمركز الدراو ضمن البوادرة الرئاسية حياة كريمة وقد تم توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان لنحو 1425 مواطنا وقد شملت القافلة عشر تخصصات مختلفة كما تم تحويل حالات أخرى للمستشفيات التابعة لوزارة الصحة بأسوان لعمل أشعة الرنين المغناطسية وكذلك إجراء عدد من العمليات الجراحية وقد أعرب المواطنون عن شكرهما للرئيس عبد الفتاح السيسي مؤكدين أن القوافلة الطبية وفرت عليهم عناء التنقل لعد إعيادات الأطباء وكذلك تكلفة الأدوية لو محتاج حاجة من الخدمات دي سواء علاج أو تحليل أو شعب نعملها عندنا في القافلة بالمجان لو محتاج تدخل أعلى من كده زي ما بنقول تدخل سنوي محتاج أشعة مانطيسية أشعة مقطعية محتاج منظار محتاج تدخل جراحي محتاج علاج أمراض مزمنة بنحاوله لقارب مستشفى تابع المدرية الشرون الصحية محافظة أسوان وبنتابع لقبيعة الإجراءات في المستشفى ويتم استزدار قرار علاج على نفخ الدولة عشان يصرف العلاج الشهري بتاع الأمراض المزمنة بالمجان أو نقوم بتدخل الجراحي المناسب له ترجمة نانسي قنقر